أهلا بحضراتكم تمثل القضية السكانية في الوقت الراهن تحديا أمام الدول باختلاف أنظمتها لما لها من أثار اقتصادية واجتماعية وثقافية تقف عائقا أمام التنمية تقديرات المكتب المرجعي للسكان أشارت إلى أن عدد سكان العالم بلغ 7 مليار و 800 مليون نسمة يتركز معظمهم في الدول الأقل دخلا كما رجحت التقديرات أن يبلغ عدد السكان 9 مليار و 700 مليون نسمة بحلول منتصف 2050 وإدراكا منها لخطورة القضية السكانية على مصار التنمية بدأت الدولة المصرية في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتصدي لهذه الظاهرة وفق توجيهات من الرئيس السيسي للجهات المعنية بالدولة بضرورة تكامل من أجل إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب ويأتي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في سياق جهود الدولة لمواجهة القضية السكانية ويستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها ضبط معدلات النمو السكانية والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وكذلك رفع الواعي بقضية الزيادة السكانية وتتوقع الأمم المتحدة أن ينتهي الخطر الذي تمثله القضية السكانية في الجزء الأخير من هذا القرن وذلك في حال استخدام وسائل تنظيم الأسرة عالمياً بشكل أساسي هذا بالإضافة إلى التشجيع على عدم إنجاب أكثر من طفلين وتشدد المنظمات الدولية المعنية على ضرورة التوعية المستمرة لتنظيم الأسرة من خلال إعداد برامج منظمة لإتاحة معلومات وخدمات تنظيم الأسرة على نطاق واسع وتكثيف الحملات الإرشادية بمختلف أنواعها وأشكالها الإعلامية والتثقيفية إذن كان هذا استعراضاً للمشهد الإقليمي والعالمي للقضية السكانية أشكر حضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء